موسيقى خشونة الركبة مرض غالباً ما يحدث مع الأشخاص فوق سن 45 مع ذلك يحدث أيضاً للشباب وتعتبر السيدات أكثر عرضة للإصابة به من الرجال في عوامل تانية مهمة غير السن والنوع تجعل الإنسان عرضة للإصابة بخشونة الركبة زي وجود تقوص في الساقين يحدث حمل زائد على المفصل أو وجود عوامل وراثية أو تعرض الركبة لتعب متكرر وإجهاد أو تعرض المفصل للهواء البارد أو الوقوف لمدة طويلة وعدم الحرص على ممرسة الرياضة أو الإفراط في أكل البقوليات واللحوم لأنه بيزود حمض البوليك اللي بالتالي بيحدث خشونة الركبة وطبعاً الوزن الزائد اللي بيعد العامل الأهم للإصابة بخشونة الركبة خاصة عند السيدات أهلاً بكم الوزن الزائد طبعاً يؤثر كتير على الركبة ويعمل مشاكل كبيرة فيها الحركات الغلطة القعدة الغلطة استخدام الركبة بشكل خاطئ ده كله ممكن يضر الركبة العامل السين بلا شك ده عامل نحطه في الاعتبار لكن في حاجات تانية محطوطة برضو في خريطة التأثير عن الركبة من الكعب العالي الكعب العالي يا جماعة من الحاجات اللي بتضروا الركبة جداً فالبنات والستات يحاولوا يخلوا الكعب العالي في أضيق الحدود في أقل الحدود لكن تلبسيه في الشغل وعمل على بطال ورايحة جاية بيه ده ركبتك هتعاني بعد شوية بعد شوية مش هتلاقي الركبة دي موجودة لأن تأثير الكعب العالي مخيف على مش بس الركبة على الظهر كله على العمود الفقر كله دي وضعية غريبة جداً بالنسبة للستات وطبعاً فيه كعوب يعني مش كعوب اللي هي الكعب بقى بش عارف مرتفع عد ايه وميلة بالرجلها قوي لقدام فهي ماشية على ترطيف صابحة وكل الجسم مخبوط من تحت الفق بكعب يعني مسمع لغاية عفقرات العنق فيه كمان في تأثيرات غير الكعب العالي بقى القفزات الغلط والحركات الغلط دي من الحاجات لنا وفيه كمان فيه تصرفات الناس بتعملها على الركبة وأعتقد انها بتعالج يعني مثلاً أجيب أنا بقى كريمات ودهن حوالين الركبة عشان ماشي ده ده لو كان التهاب في الجلد والأوطار والأجزاء اللي حوالين لكن لو مشاكل في الركبة وتآكل هيفيد بإيه التذيكات وهيفيد بإيه الكريمات ده فيه حركة يعني انتشرت على تيك توك مش عارف مين بيجيب شوية زلط كده ويسخنوا ويحطوا على الركبة اللي يعني ده كاونتر بين ده زيه زيه آه لو الحاجات ده الهابلة دي طبعاً ده جنان يعني هيعمل ايه يعني هيسخنوا الظلط بيسخنوا هو الظلط اللطيف وبيخلوا يعني ويحطوه على مكان الألم ده كاونتر بين زيه زي زمان كانوا بيعملوا الكي بالنار بيعمل حاجة اسمها كاونتر بين كاونتر بين ده في الطب المشهورة جداً اللي هو ان حضرتك تعس بالألم في مكان فإحنا نيجي نلسعك في المكان ده فيوصل للمخ إرسال ألم غير الألم اللي طالع من جوه الركبة يوصل ألم اللاسعة المخ ما يستقبلش إحساسين بالألم فيفضل فترة كده وصله ألم اللاسعة وقلم الركبة نفسه الداخلي ما يوصلش الإرسال له للمخ ويفضل يقول الإنسان يقعد يوم ولا يومين مش حاسس بألم يمكن بعديها على طول يرجع الألم أسوأ من مكان لأن خلاص بقى المخ تخلص من ألم اللاسعة يرجع يستقبل الألم الثاني هي حاجة كده في الطب مشهورة طبعاً نصابين بيعيشوا حلوة قوي بالكي بالنار واللاسعة والحاجات دي استبدلوها هو بالزلط حاجة جميلة قوي نصابين هلوين جداً النهاردة لقاء ممتع جداً مع الركبة وحواراتها التداخلية طبعاً الركبة برضو تقضع لي كل حاجة في الطب زي العمود الفقر كده في حالات في الركبة لازم لها جراحة تغيير مفصل ما فيهش كلام وفي حالات في الركبة نقدر نعملها تدخلات محدودة تستفيد منها جداً ونخفف الألم فيها ضيف العزيزة القيمة العلمية القديرة الأستوى الدكتور محمد موسى استشاري علاج الألم وعلاجات العمود الفقر استشاري المدرس لعلاج الألم كل الطب جامعة المنصورة استشاري ألام العمود الفقر بالتدخلات ألم حدودة أهلا بك يا دكتور موسى أهلا بحضرتك واللي الأول بقى يعني إيه خشونة الركبة طبعاً بسم الله الرحمن الرحيم تعريف خشونة الركبة هو نقص المادة الجيلاتينية الزيتية لربنا خلقها جوال مفصل وده بيسبب احتكاك للعظم ويبدأ يحصل ألام شديدة في الركبة مع تأكل الغضريف الداخلية وتورم في الركبة صعوبة في الحركة خاصة عند السيدات وخاصة لو فيه وزن وفيه حملة على الركبة وضعف العضلات فبيبدأ أحده وساحتكاك في العظم ويبدأ يحصل التهاب أو تورم في الركبة وصعوبة في الحركة والمشي والصوت للفرقعة اللي بيحصل مع النقص المادة الزيتية بداية طبعاً بنفحص المريض طبعاً في الأول بنطلب أشاعة إذا كانت أشاعة عادية أو أشاعة متقدمة لو الألم يعني يبقى له فترة وما بيستجبش للأدوية والمسكنات وبندي الأدوية اللي هي مضادات الالتهاب أو الحاجات اللي هي المسكنات وبنشوف الاستجابة إيه يعني لو الأمور بدأت تخف شوية لو مش مستريح وصلنا المراحل المتقدمة من الخشونة فبيبقى الإجراءات الجراحية زي تغيير المفصل فيه إجراءات بديلة هنتكلم عنه النهاردة لإجراءات التداخلية المحدودة كان زمان بيتحقن الهيلرونيك أسد لو المادة الزيتية طبعاً بيتحقن تحت جهاز أشعة جوه المفصل عشان يلين المفصل لكن طبعاً هو حق نتعويدي يعني هو بيلين المفصل لكن برضو ما بيحلش مشكلة التآكل وبالتالي بتظل مشكلة الأعراض موجودة أو كان بيحتاج المريض كل فترة أنه يعمله تطور اللي حصل إلينا بنحقن الخلايا النشطة اللي هي مستخرجة من البلازمة العلاجية اللي هي عوامل النمو بنحقنها تحت جهاز الأشعة جوه المفصل عشان تصلح الأنسجة وتعيد بناء الأنسجة في الحالات البسيطة والمتوسطة طبعاً النسبة بتبقى مرتفعة وبنحقن برضو الهايدرونيك أسد أو المواد الزيتية لو فيه ألم في الرقبة بنعمل تردد حراري على الأعصاب المغزية ده الرقبة عشان تحلي مشكلة الألم مع الحقن بتاع الخلايا النشطة يبقى إحنا حلينا المشكلتين مشكلة الألم ومشكلة التآكل في الأنسجة الخلايا النشطة يعني بتعيد بناء الأنسجة وتصلح الأنسجة المتهالكة زي ما نقولت في الحالات البسيطة والمتوسطة لو فيه تهاتك في الغدريف الداخلية بتبقى النتاج بتاعاتها كويسة ومرضية حتى في بعض الحالات بيجينا بيبقى فيه تورم شديد في الرقبة وبنيدي طبعاً كتحضير يعني مضادات الإلتهاب وبنحقن بعد كده الخلايا النشطة المستخرجة لا التورم بيتحسن والألم بتخف والأعراض بتبقى النتاج مرضية جداً فيها يعني مع عمل التردود الحريري زي ما نقولت على الأعصاب المغزية للركبة بيحل مشكلة الألم هل خشونة لركبة بتيجي للسن الصغير؟ بيتيجي طبعاً للسن الصغير بيتيجي طبعاً للسن الصغير وبرضو زي ما قلت لحضرتك الوزن والكعم العالية طبعاً لو فيه وزن مع المجهود وطلوع السلالم الكتير ولو فيه وزن تقيل وفيه الضغط وحملة على الرجبة بيبقى فيه ممكن يجي بدرجة من الخشونة وبنبدأ برضو بالأدوية التحفظية حتى في بعض الأدوية زي الجلوكوزامين والحاجات اللي هي بتعمل إصلاح للأنسجة أو يعني كبداية لكن برضو هي ما بتبقاش يعني النتاج بتاعتها زي الإجراءات التداخلية سواء حقن المواد الزيتية والخلايا النشطة طبعاً زي ما قلت طفرة كبيرة ونتاج بتاعتها مرتفعة وبتحل مشكلة الأعراض التحسن حتى بيبقى في الأعراض اللي يمكن المشكلة اللي بتواجهنا في الحالات المتقدمة طبعاً المرضى بيبقوا ناس كبار في السن وعندهم مشاكل صحية فبيبقى رافض الإجراءات الجراحية لو تغيير المفصل بنعمل بقى الإجراءات التداخلية اللي هي التردد الحلالي وحقن الخلايا النشطة بس طبعاً بيكون ليه نسب يعني وبنوضح للمريض أكيد أكيد لأنه هو إنديكيتة الإجراحة حتى يوجد الجراح عشان الألم ممكن نجاق نديله الحاجات دي بالضبط فبنوضح للمريض إن الإجراء في الحالة دي بيبقى ليه نسبة إنه هيحل مشكلة الألم يعني هيخفها يجديكي عن المسكنات هيحل مشكلة الأعراض ومؤقت مؤقت في الحالات المتقدمة طبعاً بيبقى حل مؤقت بنسبته ممكن يستمر الفترة تبقى دون الأمور مستقرة ومرضية أما هو كحل لا في حل اللي هو تغيير المفصل ليه طبعاً الدواعي بتاعته ما نقدرش ننكرها يعني أما الحالات البسيطة والمتوسطة لا بيبقى حل أه طبعاً حالات البسيطة تبقى حالات المتوسطة بتبقى حل النهائي والأعراض بتتحسن والألم بتخف والحركة بعد كده بتتحسن في وقت قصير جداً بيبقى نتايج فيهم مرضية وكويسة بس لازم يتعامل زي مقطة الحضرتك الإجراء كامل وبتعامل تحت جاز الأشعة وإحنا شايفين عشان نوصل بدقة للعصب المسبب للألم أو نوصل للمفصل تحت جاز الأشعة بصورة واضحة وإحنا بنحط المادة أو الدواب اللي بتحقن جوها المفصل عشان النتايج تبقى مرضية وتبقى سريعة يعني طيب قولي حقن الخلايا النشطة يعني إيه هي الخلايا النشطة؟ الخلايا النشطة اللي احنا بناخد عينة من دم المريض وبنفصل منها الـ PRP اللي هي البلتلتريتش بلازمة وبنطلع من البلتلتريتش بلازمة نفسها ما بتعملش هو اللي بيطلع حاجة اسمها جروس فاكتور عوامل للنمود ربنا خلقها جواه الدم دي بيحوالي زي سانت سانتلي ونص ودي اللي بناخدها اللي البقى في كود ده بناخده وتحت جازة الأشعة بنحط الخلايا النشطة جوه المفصل وعلى الأنسجة المتهالكة لو فيه غضاريف متهالكة لو فيه حدات متهالكة عشان تعمل ريبير وإصلاح للأنسجة في أبحاث كتيرة معمولة أنه وجدنا شكل الأنسجة بعد ثلاث شهور بعد أربعة شهور ثلاث شهور بدأت شكل الأنسجة تتغير وفعلا الأعراب بتتحسن التردد الحالة التردد بيعالج الأعصاب المغزية للرقب المسببة للألم وبالتالي وبيحل مشكلة الألم لأنه برضو فيه حالة بيبقى فيه ألم مبرحة في الرقب وبيحل مشكلة الألم فلما بنعمل الإجراءة كاملة بتبقى النتائج كويس معقول لكن برضو بتظل يعني برضو دي صورة طبعا التردد الحراري المعمول على الأعصاب المغزية للرقب بيتم بتخدير موضعي برضو بدون جراح يعني فكرة بس حقنا الخلايا نشطة إن هو بياخد وقت عبل ما الإصلاح يتمقى الألم بيتحسن في الأول بس ممكن بيتظل مع المريض إن أنا لما مش أتعب بتظل المشكلة دي بس مع الوقت بتبدأ الأعراض دي تتحسن وإن الإصلاح والأنسجة شكلها بيتغير وإيه بدأ يحدث التقام للأنسجة زي ما قلتوا حضرتك يعني إحنا برضو بنفضل إن المريض يجينا بدري في الأول يعني ما نوصلش إلى المراحل متأخرة جدا عشان مراحل متأخرة تحت الجراحة وطبعا هي أعمالية تناسبية يعني كل ما ييجي بدري كل ما يستفيد من تدخلات المحدودة وتقل فرص احتياجه للجراحة كل ما يتأخر هيقعني استفادته من التدخلات المحدودة أكيد مش هيكون زي الأول هيقل وهيبقى احتياجه للجراحة أكبر بالزبط المسألة واضحة للناس بالزبط بس الرجبة ولا الفاخد الكتفي بيستفيدها طبعا إحنا بنحق إن الخلانة النشطة جوه المفاصل كلها إذا كان مفصل الفخت إذا كان مفصل الحوض وده طبعا بيبقى مسبب ألام شديدة في أسفل الظهر وبيسمى في منطقة الحوض ومشكلة مزمنة وممكن المريض بيتفحص أو بيتشخص إن المشكلة جاية من الانزلاق كلف الظهر والمشكلة كلها جاية من مفصل الحوض فبنحق إن طبعا الخلانة النشطة تحت جهاز الأشياء الجوه مفصل الحوض في الصورة حالك شايفة فمفصل الحوض بيتغذى بسبع أعصاب فبنعمل ترد وتحريري على كل الأعصاب المغزية لي وبتبقى مشكلة مزمنة وألم مبرى خاصة عند السيدات ويبدو أحصل ألم شديدة في أسفل الظهر ويسمع في منطقة الحوض ممكن ينزل في منطقة الإيليا فعشان نعالج المفصل بنحق إن خلها النشطة زي ما قلت لحضرتك جوه المفصل تحت جهاز الأشياء كإصلاح وبنعالج الأعصاب المغزية لي كمان عشان يبقى الإجراء كامل وتتحل مشكلة الألم إن إحنا بيبقى الألم مبرحة وألم مزمنة وما بيستجبش للمسكنات كذلك في مفصل الفخد برضو بنعمل على الأعصاب المغزية لمفصل الفخد ألم مفصل الكتف في تآكل في مفصل الكاتف أو خشونة تآكل في الأوطار والأربطة الداخلية دي صورة المفصل الفخد برضو بنحق إن الخلال النشطة جوه مفصل الكتف وعلى الأوطار والأربطة المغزية لي برضو بيناسب الإجراءات التداخلية لو التردد الحراري إن إحنا حتى في حالات تجيير مفصل للرجوة في حالات مغيرة مفصل وبيحدث ألم شديدة بعد الجراحة بنعمل تردد حراري على العصاب المغزية والمشكلة برضو بتاعت الألم بتتحل عشان تعالج الألم بالضبط لإن خاك عارف فيه جزء اللي هو البين فلنين وعمل تغيير مفصل وحصل ألم والألم مرتحش ما تحسنش فبندخل إحنا بنساعد بنحل مشكلة الألم دوت ممتاز العصب الخامس كمان بتخيطه أغفل العصب الخامس برضو هو بيبقى زي عقدة عصبية وجدوا أنه عقدة عصبية موجودة متهيجة وأنسجة متهيجة هي اللي بتبقى مسببة الألم الشديد المريض بيشتكي من الألم في منطقة الوجهة هو ليه ثلاث فروع جزء بيغزي العين جزء بيغزي الخد جزء بيغزي الفك فإحنا بنعمل بإجراءات طبعا بعد الأدوية والحاجات اللي هي مضادات تهيبات الأعصاب زي التجريتول وبعض الأدوية يعني بتسكن الألم بيبقى الألم طبعا مبرحة لأنه هو مرض العصب الخامس هو الاسم حتى يعني الدارج الدارج عنده عدن بيوصل نوبات من الألم المبرحة من المريض فعلا درجة أنها تدفع لننتحى طبعا ألم مبرحة فبنعمل إجراءات تداخلية اللي احنا بنخش من يعني فيه زي فورامين موجودة في القاعة الجمجمة بنوصل من إبرا تحت جهاز أشعة وبنوصل للعقدة العصبية طبعا عشان احنا بنمارس الإجراءة كتيرة بتبقى مكانها دقيق جدا وبنوصل للعقدة العصبية والتردد بيكوي الأنسجة الملتهبة أو المتهيجة دي ونتاج فيه بتبقى مبهرة يعني فعلا المريض على زي ما بيقولوا كده على طرابست العمليات بيستريح وطويل الأمد وحتى لما يعني هو مثلا ممكن المتوسط بتحنوية خمس سنين حتى ما بيرجعش بنفس الحدة يعني فعلا الأمور بتستقر طبعا لأنه هو برضو نتعب نعالج السبب له أنسجة متأيجوة ومالوش سبب فاحنا بنعالج الالتهاي فالأمور بتتحسن وبتروق يعني طيب في عجالة دور تداخلات المحدودة في علاج بعض الانزلاقات الغضروفية اللي ممكن بتكونش يعني وصلت إلى مرحلة لازم تتعمل لها جراحة احنا طبعا يعني كلمنا مع حضرتك كتير في موضوع التداخلات المحدودة اختيار الإجراء زي كان التبخير أو التردد الشفط المنزار حسب الفحص بتاع المريض حسب حجم الغضروف قد إيه في جزء منه خارج أو منفجر الغضروف انتكت لسه سليم ولا لأ في بروز وعامل ألم مبرح وحنا بيبقى ألم مبرح والمريض فعلا موقف له حياته ومش عارف في يشتغل ولا يمارس حياته وحياته الاجتماعية فيها مشكلة فالإجراءات التداخلية المحدودة زي إجراءات الألم إجراءات الألم زي ما احنا قلناها نحل مشكلة الألم لكن تظل مشكلة الأعراض اللي هي مقفة مش عارف يقعد ولا يمش يقعد حرك لأ بتحل مشكلة الأعراض لأنه بيخف الضغط على العصب البروز بيبعده فبيخف الضغط فبيرايح العصب ويرايح الألم الشفط دي صورة للشفط الفيديو بتاع الشفط اللي هو بيرايه تحت جهاز أشعة وبينشيل من نواة الغضروف لو أنزل لقات متعددة وضغط على القرنة العصبية ومسببها ألام اللي هو ألام عارق النساء وبينشيل من نواة الغضروف عشان نخف الضغط ونخف البرجر على الأعصاب فبالتالي يحل مشكلة الألم والأعراض فيه طبعا حتى يعني برضو بيجي في العمر الصغير وممكن نلاقي انزلقات متعددة وألم مبراحة والحل الجراحي مش يبقى حل مناسب لشاب صغير أو كده نواف تحت ظهره ويحط شريحه ومساميره بالعكس هو ممكن ما بيحلش كمان مشكلة الألم فالإجراءات التداخلية لا الحقيقة بتحل مشكلة الألم وخاصة لو احنا بنعمل إجراءات التداخلية على الغضروف بتحل مشكلة الأعراض كمان والنتائج مرضية وعلاجية لأنه هو بديل الجراح هو حتى هو اسم الجهاز اللي هو جهاز الشرفته اسمه بيركوتينياس تسكيكتومي هو استقصال الغضروف عن طريق الجلد منشفتح هو اسمه كده وبالتالي هو زي الجراح بالظبط ولكن من غير ما نفتح ويتم بإبرة زي ما حاك شايف بتخدير موضية من غير فتح ولا جرح وبنشيل من نواتر وظروف وبناخد بحس أن نخف نخف الضغط نخف الضغط بالظبط كده نخف الضغط على العصب طب في بعض حتى المرضى بيسألوا طب إحنا لما بناخد من المادة الجيلاتينية دي إحنا ما بنغيرش في ناحية عشرحية إحنا بناخد نسب ضئيلة جدا وبتبقى كافية لتخفيف الضغط يعني النص ميلي ده كفاية أنه يرتاح بس طبعا لو إنديكيشن يعني في عاجات برضو خارج عن طبعا لو غضروف منفاجر لو وصل لدواعي الجراحة سقوط في الأدم عدم تحكم في التباول خلاص إحنا وصلنا لأبواب تدق الباب الجراحة خلاص يبقى في الحالات يفي زحزحة فقرية بالظبط كده تزحزحة من نسبة كبيرة إلا لو إحنا وصلنا دي صورة يمكن جزء منفاجر من الغضروف لا ده مش هيفعله شفط ولا تبخير في حالته الصحية لا تسمح بالإجراء الجراحي وإن إحنا خلاص هو مش هينفع يتخدر أو مش هينفع الجزء الجراحي لو حط شريحه ما سميره فيه عظمهاش فبيبقى الإجراءات التدخلية في الحالة دي بتبقى بديل إجراءها بنسبة معقولة إن هي تحلله مشكلة الألم ويتحلله مشكلة بنسبة لفترة معقولة يقدر أنه يعيش من غير ما يتقلم والأعراض تخف ويعرف ينام كويس كده المصوب منكم إن أنتم تتحركوا في الوقت المناسب عشان تستفيدوا الوقت المناسب يا الوقت المبكر ما تستناش لما الأمر تتفاقم جدا وتعدي فرصة الاستفادة من هذه التدخلات وتلاقي نفسك حتى معدي فرصة الاستفادة من الجراحة نفسها ما هو فيه حالات بتعدي فرص الاستفادة من كل حاجة بقى لا ينفعها تدخلات محدودة جيدة ولا ينفعها الجراحة وخلاص وصلنا للمراحلات الشلل طبعا أنا هدخل أعمل الجراحة لإيه معقولة إذا كان العصب مات كيف يعني أحيي ما قد تدمره في الجهاز العصبي فلازم الناس تبدأ ولذلك يعني فيه ناس بتضيع فرص على ناس يعني فيه ما شفت عينين عندهم مشاكل جامدة جدا كان ممكن يستفيدوا سواء من الترد والحراري أو من الشفط أو من التبخير أو من المنزار أو حتى من جراحة لو يحتاجها وساب دا كله وقعد يمشي ورا بتاع عصاية وخزعة وخيط ومش عارف إيه وبعدين عدى كل داوته وبعدين بدا بدا خلاص بدا ما يجاله شال يعني خلاص جا متشال مش قادر يدوس على مش شايف ما فيش رجل خلاص فبيفكر بقدر وقتي إن أنا أعمل منزار أو أعمل تردد الحراري طبعا أنا تبقى عاجب العقل أعمل الجراحة إيه تبقى ما خلاص هو المريض داوت يعني برضو زي ما أكتفضلت وقلت بيشكل عبق علينا إن هو بيبقى جاي متعشم إن أنا هقوم وهامشي وهاجري وإحنا زي ما حقا قلت إنت عديت كل الطرق ويعني وصلت المراحل المتأخرة جدا وإحنا بنبقى بنعمل حتى لإن في مرضى بيبقى في حالة من الألام المبرحة دي بقى اللي ممكن بيبقى داخل فيه آه فبيبقى في حالة إن إحنا بنعمل الإجراء وإحنا يعني برضو حتى إحنا تأخرنا قوي وبقالنا سنين في المشكلة فحتى نسبة الإجراء بتبقى نسب يعني بتبقى محدودة لكن بنعرف المريض دوت إن إحنا الإجراء أنا هعمله والتوفيق طبعا من عنده ربنا سبحانه وتعالى في الآخر نورته شرفت شكرا الله حضرتك دائفة عزيزة المالخديرة واحد من يجوم عالم الألم لسلطة كتب محمد نوسى استشاري علاج الألم وعلاجات العمود الفقري استشاري يمدرس علاج الألم بكل الطب جامعة المنصورة استشاري ألم العمود الفقري بالتدخلات المحدودة كان ضيفة واحدة من حلقاتنا المثيرة الألم ومشاكل المنزلقات والركبة مشاكل قد تعيق الإنسان في حياته أرجوكم خلي بالكم من صحياتكم وخلي بالكم من مفاصلكم وظهركم خليكم على الناس الحلو اشتركوا في القناة